التحديس الجديد اللي لعبه فلو ارحنا على الديسكورد الرسمي الخاص بشركة بابجي موبايل هتلاقي فيه اعلان التحديث فمكتوب هنا بالنسبة للاندرويد على جوجل بلاي وبيتقالي الايفون هتبقى نفس النظام لان التحديث برضو هنا مكتوب على حساس الدول فكل دولة بيوصل لها التحديث ممكن فيوصل في يوم 11 وممكن يوصل في يوم 12 فاول دولة هيوصل لها التحديث هي دولة في اتنين هيوصل بنسبة 30% في اول ساعتين بعد كده عباقية اليوم هيكون نوصل بنسبة 100% لكل الاجازة وبالنسبة لللي عمل جوجل بلاي بتاعه امريكي او اللي هو المتجر فيوصل بتاريخ 12-5 هيوصل بنسبة 30% تمام يعني المجرد هيوصل اليوم 13 هتكون وصل لـ 100% وبالنسبة للدولة العربية معد التحديث اللي هينزل فيها فالتحديث هيتأخر شوية فهينزل يوم 11 بنسبة 10% للاجازة تمام ده في اول ساعتين بعد كده على بقية اليوم هيوصل لنسبة 20% ويوم 12 هيوصل لـ 30% فالتحديث هيتأخر على الدولة العربية واحتمال يوصل لغاية يوم 13 عشان يوصل لك التحديث بس في الاغلب انه هيوصل يوم 11 او 12 هاي الفكرة نفسها ان التحديث بيوصل لك لدريجي يعني ممكن يوصل بتاريخ 11 او بتاريخ 12 اقصى حاجة او فيه طريقة ان يتقدر تحمل بها التحديث بس ده بالنسبة للاندرويد هتدخل على موقع بابجي موبايل الرسمي مجرد ان انت تكتب في اي متصفح بابجي موبايل الرسمي هيظهر لك الموقع هتدخل عليه هتلاقي يظهر قدامك بالشكل ده هتلاقي في كلمة APK download مجرد ما تدوس عليها download هتلاقي بينزل معك على شكل APK بس اتأكد ان التحديث ده يكون 2.0 لان ممكن التحديث يكون القديم لسه اللي هو 1.9 فاتأكد ان هو 2.0 مجرد ما ينزل على موقع تقدر تنزله بشكل رسمي مش هتحتاج ان انت تستنى على جوجل بلاي وبس كده ده كل حاجة بالنسبة للتحديث ومشكلة التحديث اللي ده غاية دلوقتي لسه مظهرش لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكو الفيديوهات الجديدة